عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بحضور عدد من الوزراء وخلال الاجتماع شدد مدبولي على أن يتم هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام بالمستوى الذي تحقق خلال أزمة جائحة كورونا لتخفيف حدة هذه الأزمة الرهنة على المواطن المصرية مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين ومن جانبه أشار وزير التومين علي المصلحي إلى أن هناك تعاون تاما مع تحادي الغرف التجارية وتحديدا غرفة الصناعات الغذائية حيث يتم التنصيق حاليا بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان إلى جانب تكثيف التنصيق حاليا مع المحافظين بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة وسيتم عرضها خلال أيام أكدت وزيرة التجارة وصناع نيفين جامع أنه سيتم استقبال بيانا مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجه الوضع لاتخاذ القرار المناسب وشدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة والمتابعة الآنية للأسواق وتنصيق التام بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص بما يسهم في توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعا للأسعار في مختلف دول العالم ومعدلات تضخم عالية